بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا فيكم عي مرة جديدة بوصفة من وصفات سمر اليوم رح نسوي وصفتين بالكوكيز اللي هو الأوريو معروف وصفتين كتير سهلات يعني التنتين بصراحة سهلات وبسيطات كتير ما بدهم أي تاعب وغلبة بنعملوا على السريع وصفة حنسويها بالمايكروويف والوصفة الثانية ما بدها فورا ولا إشي بتمنى يعجبوكم خلينا نبلش رح أبلش بالوصفة اللي رح نسويها بالمايكروويف رح أجيب 6 حبات أوريو بصحين ممكن أحطها بالمايكروويف ورح نجيب نص كوب حليب سائل ورح نهرسهم أو ندوبهم بالحليب ورح نحط هلا المواد الثانية اللي حن نسوي فيها الكيكرو رح نضيف الطحين رح أحط تقريبا معلقتين ممسوحات الطحين يعني مش معبين أو معلقة كبيرة ونص يعني معلقة مليانة ونص وحطت هون برضو معلقة كاكاو عشان اللون يكون عندي زي كتيل شوكولاتة وربع ملعقة باكين باودر كبيرة أو نص ملعقة صغيرة باكين باودر ما حنكتر باكين باودر لأنها الكمية قليلة إذا بدك تكتر يعني تضاع في الكمية أكيد رح تضاع في هاي بدلا ما تحطي مثلا نص ملعقة صغيرة حتحطي معلقة صغيرة كاملة من الباكينج باودر وهن أنا حطيت معلقتين كبار زيت زيت نباتي ورح أخلطهم كويس مع بعض عشان تتجانس المواد عندي الباكينج باودر كل إشي يدوب معي منيح شوفوا يعني ما في داعي للويسك ولا إشي يعني بالملعقة ممكن تتسوي كل الكيكة وتحطها بالمايكرو ويف وتخلصيها بثواني يعني ما بتحسيها بتخد وقت أبدا أبدا وطريقة سهلة وبسيطة جدا طبعا أنا هنا بصراحة كنت حاب أحط نوتيلة بوسط الكيكة هي كمعلقة كبيرة أو معلقتين كبار نوتيلة لما تيجي توكلها ككلها بالدوب من جوة كتير تطلع طيبة بس أنا ما كان عندي إذا عندك نوتيلة حطي بالنص بوسط الكيكة يعني معلقتين كبار هون أنا برضو حبيت أدوكو أشوف إذا بيحتاجش سكر بس بصراحة أحتاج فأنا حطت معلقتين أو معلقة ونص كبار من السكر وخلطهم منيح وهيكا بكونوا جاهزين ينحطوا بالمايكرو ويف طبعا ما في داعي للفنيلا لأنه ما حطينا بيض راح ندوبهم منيح ونمسح أطراف الصحن ونحطوا بالمايكرو ويف لمدة ثلاث دقائق بالضبط طبعا أنا هنا حبيت برضو أحط أوريا برضو على الوجه فكسرت حبتين أوريا وحطيتهم على وجه الصحن على أساس أنه يعني يكون منظرهم حلو لما يطلعوا وبإمكانك برضو مثلا إذا بتحب تضيفي مثلا جوز هند كتير بطلع طيب معاه وهي هون عندي لما حطيته ثلاث دقائق بالمايكرو ويف جاهز للاكل يعني طريقة جدا بسيطة بتخلصيها يعني بخمس دقائق يعني تحضيرها بصراحة ما أخد مني دوب دقيقتين ثلاث وبالمايكرو ويف ثلاث دقائق وهيك صارت جاهز زي ما حكيت لكم إذا عندكم شوكلة سرب شوكولاتة سايحة سايحة شوكولاتة تحطي على الوجه برضو بيرجع لك هلالطريقة الثاني هون راح أحط أنا بالبروستر الفود بروستر أو بدي أطحنهم يعني الأوريوز حطيت هون 30 حبة أوريوز عشان يعني أنا عديتهم عشان أكون دقيقة معكم بالضبط أحكي لكم حطوا الباكيت كله نصه يعني الكمية هاي 30 حبة أوريو حطيتهم بالبروستر وطحنتهم منيح عبين ما صاروا هيك كذا ما شايفين أنتوا بودرة أو انطحنوا منيح يعني ما فيهم أي حبات كبيرة ورح أحط علبة قشطة بصير برضو تحطوا جيمر نفس الشي اللي هي البكتات بكيت واحد جيمر كافي ورح أطحنهم منيح حتى يتجانسوا هيك ورح أضيف كاكاو كمان عشان اللون برضو يطلع حلو وبرضو بيعطيناك هزاكية حطيت تقريبا مع لقتين كبار كاكاو وطحنتهم عبين ما شفت القوام تبحتهم جانب يتويس وبس هاي يعني مكانكم حتى ما تحطوا كاكاو وتقللوا كمية يعني تحطوا مثلا 3-4 علبة القشطة بس اللون بيطلع أحلى وطعمته أسكى يعني الكاكاو معاه حنطحنهم وححطهم في صحن إذا شفتهم بدهم كمان كاكاو بتضيف لهم كمان ملعقة ورح أحطهم بالتلاج يبردو علشان أعرف أكورهم زي ما انتوا شايفين بهالطريقة هاي حطتهم بالتلاج ساعة وبعدين طلعتهم علتهم كور أو طابات صغيرة وأي إشي عندك للتزيين بتقدري تستخدميه أنا هون عندي التوكس هذا البودرة عندي زي هيك الشغلات هاي اللي بنحطها على الكاك اللي بتزين الكاك فيها سبرينكلز وشغلات هاي الطابات الملونة عندي جوزهند برضو بإمكانك مثلا تطحني بسكوت لوتس أو أي نوع تاني وترلي الطابات فيها برضو يعني هي عشان تعطيها شكل حلو أنا يعني هاي الطريقة بصراحة بحبها للأطفال بتتسوى على أساس مثلا في حفلات العيد الميلاد أو إشي ممكن تعمليها وتحطيها يعني شكلها حلو الأطفال رح يحبوها أي إشي في تزيين وألوان الأطفال رح يحبوه وطعمه بصراحة زاكي وما بتكلفك وما فيها مواد كتير يعني ما بدك تحطي مواد كتير عليها زي ما أنتو شايفين أنا حاولت يعني أعملكم كذا طريقة بإمكانكم برضو جبت كاكاو بإمكانكم تعملوا زي اللي هي ترفلز تعملوها رول بالكاكاو نفسه أو جوز هند أو بسكوت أو قرفة إذا بتحبي السينمون مع الأوريوم أبعركي بصراحة ما جربته كيف كوني الطعم حيكون الطعم يعني مإمكانك أنت تتفنني أو تشوفي شو عندك بالبيت وتتفنني فيه طريقتنا كتير سهلة يعني الطريقتين بصراحة حبيت أعملكم يهم مع بعض لأنهم التنتين سهلين وما فيهم يعني ما بيأخدوا وقت ولا إشي بتمنى يكون الوصفتين عجبوكم ولا تنسوا دعم الفيديو وصحتين وألف عافية وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية بوصفات سمر ترجمة نانسي قنقر